السلام عليكم في الوقت الحالي يعتبر شخصيات الهايدرو من اهم الشخصيات حاجة في جنشين امباكت زمان كانت اهمية الهايدرو في الفابورايز فشكرا سيكشو شكرا شالد ما قصرتم في الفابورايز بعدها صار في العالم كده قلبت على الفريز نبغى هايدرو عشان الفريز هذا الكلام بعد ما جات اياكا وجات كوكومي فشكرا اياكا وشكرا كوكومي وكمان اقانيو لكن زادت اهمية الهايدرو بعد سوميرو بسبب تفاعله مع الدندرو وهذا الشيء خلها اهم عنصر في جنشين امباكت اهم من عناصر كثير كان لها شعبية وشخصيات لها قوتها وتأثيرها زي البايرو في تفاعل الملت او الفابورايز او الانيمو بارتيفكت فيريدسين فينيرال وبيه يزيد دمج كل العناصر فتفاعلات الدندرو القوية بلوم هايبا بلوم بيرجين تحتاج شخصية هايدرو يكون في الفريق وكل ما كانت الشخصية تعمل ضربات هايدرو اكثر كل ما كانت مفيدة اكثر في التفاعلات ان شاء الله في هذا الفيديو رح نقيم شخصيات الهايدرو من افضل من مين مين اللي يفيد اكثر ومين اللي فائدته اقل هذه اسماء المنتسبين في القناة شكرا لكل واحد فيهم وكمان الجيف اوه ان شاء الله بيكون الاسبوع الجاي اللي حق المنتسبين اما الجيف اوه حق اخر فيديو ما شاء الله عليكم اللايكات والتعليقات كثيرة فشكرا لكم اه فراح نوزع اثنين ولكمون اما الثالث صراحة في كثير دخلوا الفيديو وما شافوه فاثنين ولكمون اه لاخر فيديو بسم الله بسم الله نبدأ نختار اه فنختار هنا طيب هذا الرابط طيب اه اول انا ما ادي ليش بلمت اه اول فائز اه حامد اه افضل شراح تابعت المقطع واني معي اه ماشاء الله عليك اه مبروك يا حامد وتستاهل الهدية ومع انه ما عندك نوبل شكرا انك تابعت المقطع طيب نختار واحد ثاني جست علي يا اخو اسلوك بالكلام يضحك انا قاعد شاجر نصيحة لما تتكلم عن شخصية حط المقاطع طيب شكرا يا جست علي على التعليق والف مبروك لك الولكينج مؤنم الان الف مبروك للفائزين حامد وجست علي وبالتوفيق لجميع في القباوي الجاي وفي كل امور حياتنا ان شاء الله خلنا الان اه نتكلم عن شي ثاني اذا حابين تجيبوا نوفلت بقيلوا كم يوم او رزلي لما نييجي اذا بتشحم من دحين استخدموا هذا الرابط لانه به سعر حلو وفي نفس الوقت تدعمني وشكرا لكل شخص يستخدم كود شكرا لكم السلام عليكم الاسبوع اللي فات عمل كم بث على التويتش استمتعت كثير فحابب تعملولي فلو عشان لما اعمل بث تكونوا موجودين ونكون سوا باذن الله يكون في بث نجيب فيه رزلي يوم الاربعاء مو الثلاثة الاربعاء فحابب اه اشوفكم كلكم موجودين هناك هياكم والله اه جميعا ويوم السبت give away خمسة في البث راح نلعب بارسلي فان شاء الله يجينا وفي نفس الوقت يكون فيه فعاليات اه للمتابعين وقف Hare ويومائ ولكلمونة فحياكم الله حياكمه الله نسوف الله وشغلوا التنبيهات ووووووووو ونتقابل في البثوت ان شاء الله الترافلر قبل فونتين شخصية كنا منتظرينها اسمحنا منتظرينها منتظرينها لأننا نعرف أن وبيiffs بكون عندنا شخصية خمسة نجوم مجانية جديدة لكن مو من متظرينها لأننا عارفين إنها رح تكون سيئة إذا ما عندنا شخصيات محتاجين شخصية هايدرو الترافلر رح يغطيه خصوصا في تفاعل البلوم مع نيلو لأنه بنستفيد من شخصيتين هايدرو فالـ HP بيزيد 20% ونستفيد كمان من بعض المهارات الموجودة في الترافلر لكن لو في غير الترافلر رح يكون أفضل الشخصيات الثانية أفضل منه لأنه كمية ضربات هايدرو جدا قليلة عند الترافلر وإحنا قايلين إنه كل ما كانت الشخصية تعمل ضربات هايدرو أكثر كل ما كانت الشخصية مفيدة أكثر في التفاعلات فالترافلر رح يكون في المركز الأخير لكن لأنهم 11 شخصية فراح أحطوا هنا المهم هنا نبدأ العاشرة التاسعة الثامن والترافلر هو المركز الأخير الآن عندنا كاندس أنا أقولها كاندس لكن إذا أنت بتقولها كاندس أو كاندس أو كاندس أو كاندس بتقولها اللي تبغى تقوله أقوله لكن عندي أنا كاندس صحيح كاندس تفيد بعض الأحيان لكنها ممتعة أسلوبها في القتال في حماس ولها عدة مزايا تفيد الفريق وأهمها وأقواها المزايا اللي عندها هي زيادة ضربات النورمال أتاك وكمان بتعمل دمش حلو إذا وصلت كونسوليشن ستة استواها في التقييم قليل ورح يكون في المركز العاشر بسبب أنه البف حقها أقل من يونجن ومعنى وما تعمل طاقات كثير بالرغم من الاعتمادها على المينة البرس تعتمد على المينة البرس لكن ما تعمل طاقات كثير سيئة في الطاقات فهذه النقطتين خلت استخدامها قليل في أغلب الحسابات فكاندس في المركز العاشر الآن عندنا باربرا باربرا تيلر فإذا بنستخدمها عشان تدمج مثلا فريق فابورايز ينفع بس يعني ما ينفع أتاكها قليل باربرا أتاكها قليل وباربرا تتميز إنها تهييل كل الفريق بالألمينة البرس والتهييل يعتبر قوي حلو ويعني مو تهييل بسيط تهييلها حلو وكمانا تهييل أكثر تهييل أكثر من نصف الـ HP لكل الشخصيات فهذا شيء إيجابي لها وتهييل كامل الفريق بالألمينة البرس لكن لما ندمج باربرا ضربات نورمال أتاك وتهييل الشخصية اللي نلعب بها طالما الألمينة الاسكيل موجود وحول الشخصية المهم باربرا كويسة تهييلها كويس لكن ما تفيد إلا في التهييل حتى ولعب بها فابورايز قلنا أتاكها قليل لا تفاعلات ولا دمج تمام وكمان إذا نبغى نهييل تهييل مستمر وتهييل عالي بالألمينة الاسكيل يحتاج تكون هي الشخصية موجودة عشان نضرب ضربات نورمال أتاك بها ويصير تهييل كامل الفريق بالألمينة البرسكيل وهذا نقطة سلبية فيها فباربرا قلنا إحنا في المركزة ليش؟ والتاسع اللي هي بعد كانديس الآن يعني الآن ممكن تزعل مني أنا عارف أنه ممكن تزعل مني المركز الثامن رح نتكلم على شايل بلا صيح بلا صيح لوضع ريلاكس خلاص شايلد أو ترتاليا شايلد عندي من زمان وأنا شخصيا يعني مجروح منه مره مجروح منه مو مبسوط به صح أحب ألعاب بي أسلوب لعبه كان مرة حلو شي جديد شخصية تدمج شخصية قوس تدمج ضربات نورمال أتاك مرة كثير فهذا كان شي مرة جديد بالنسبة لنا وكله إلا منتل دمج وكله اي او اي دمج فشال شي رهيب وشي قوي بس مشكلتي أنا معاه ما يعرفي كاريت الكاريت ريت سبعين خمسة وسبعين ويكاريت بالنادر دي بي اس نبغى يكاريت بس ما يكاريت أحب ألعب بي لكن ما هو مفيد بالنسبة لي لأنه زي ما قلنا ما يكاريت فإذا عندك الحال ساعدوني يمكن أغير رأيي ويصير تقييمه أفضل من كذا المهم شايلد أنا كنت معجب بي وما زلت معجب بأسلوب لعبه وأشوفه ممتع أكثر مع الددرو لكن زي ما قلت لكم ما يعرف إشي يعني كاريت ريت وبعدين عندنا في المركز السابع مونا في المركز السابع مونا مونا هذي لها استخدام أكثر أو كثيرين يستخدموها يستخدموها ممكن نلعب استخدامات ثانية لكن الاستخدام الأكثر هو هذي الاستخدامات نعتمد على ونزيد من دمج شخصياتنا عشان دمج التفاعلات أو نعتمد على ونستخدمها في فريق فريز أو فريق البلوم مونا الإليمينة السكيل عندها كأنها كوكومي بس على أسوأ لا تهيل ولا سكيل يعني تهيلها أقل ومدة السكيل أقل فمعناته ضربات الهايدرو عندها أقل فإذا ما عندك مونا فإذا ما عندك كوكومي مونا راح تفيدك في هذا الأسلوب سواء كان في الفريز أو في البلوم وفي المركز السادس يعني عندنا آيته أتوقع يعني من أسوأ واحد كوكومي نوفلت نيلو آيته سوري عشاق آيته آيته دي بي اس يعمل تفاعلات كثيرة سواء كان بسبب المنتل بروس أو ضرباته نورمال أتاك اللي تعمل ضربات كثيرة فهو مفيد في التفاعلات سواء كان مع الإلكترو شارج أو مع الدندرو اللي يميز آيته ويخليه أفضل من شارج وجود شخصيات سببورت له يعني ممكن نلعب يونجنه كاندس معاه يزيده من دمج يزيده من دمج النورمال أتاك وكلا نزيد من دمج آيته وجود السببورت أو الشخصيات اللي تعمل بف هذا راح يخلي آيته أفضل من شارج وكمانا الباسيف تلينت يزيد من الدمج وضرباته وهو ضربات يعني ضربات كثيرة والكولداون عنده قليل على عكس شارج اللي الكولداون عنده مشكلة كبيرة فهو أفضل من شايل لأنه أسهل من شايل ولأنه شايل مايكروت لازم عيد السيارة وعندنا في المركز الخامس نيلو نيلو أذكر أول أيامها ما كان في فريق ممكن تكون فيه لأنها تعتمد على البلوم والبلوم شي جديد عندنا وما في شخصيات دندرو كويسة فكانت سيئة سيئة كانت مو سيئة يعني كانت غير محبوبة كثيرين يقول نيلو نيلو فأنا كنت مبسوط بها أو كنت أقول لها مستقبل نيلو فريق نيلو هو فريق عبارة عن فريق كامل في له دندرو وشي اسمه ده وهايدرو وأفضل شي اتنين هايدرو اتنين دندرو عشان يكون فيه دندرو كثير ويكون فيها هايدرو كثير بالتساوي ففريقها بلوم بس اعتمادها على في الباونتيفول كور اللي هي النباتات الخضرة هذه اللي تجي مع البلوم هذا اعتماد دمجها أما الآن زي ما قلنا فيه شخصيات كثير مفيدة وفيه فرق كثير ممكن تكون معاها وأهم شي في فريقها إنه تهييل يكون قوي تهييل يكون ممرة قوي فبيزو وكوكومي هم أفضل اثنين ممكن يكونوا مع نيلو طبعا كمان نهيدة لأنه تعمل دندرو كثير لكن ما هي شرط المهم لازم يكون فيه دندرو كثير لازم يكون فيه هايدرو كثير في فريقها ونيلو كمان صح الكنسلاتي الثاني يفيد كثير لأنه يقلل المقاومة لضربات الهايدرو وضربات الدندرو فاللي يلاحظوا فاللي يلاحظوا إنه يستخدمها كثير يحاول قدر الإمكان إنه يجيب ثاني كونسلاتي وعندنا الآن في المركز الرابع كوكومي كوكومي تهييلها قوي من أفضل الشخصيات في التهييل في جنشين إمباكت ليش؟ لأنه تهييلها سهل وأسلوبها ممتع وكمان الأرقام اللي تطلعها في التهييل قوية وبناءها سهل وسلاحها سهل في أشياء كثير منها سهل بس كوكومي تراها مو بس هيلر كوكومي تفيد في التفاعلات فمعناتها تفيد في أغلب الفرق كوكومي من النوع اللي أنا نهائيا ما أشوف فيها عيوب هيلر وتفاعلات هيلها كويس وتفاعلاتها كويس فممتازة تتميز مرة مع تفاعل البلوم وتفاعل الفريز نفس اللي قلنا عن مونا لأنها تعمل ضربات هايدرو كثير بالإلمينتالسكيل أكثر من مونا فإذا كوكومي عندك راح تشيل هام كبير عنك أتكلمها من شخص حس الآن عندنا ثلاثة شخصيات طيب وما أتوقع أنه في أي شخص يختلف أنه دولة الثلاثة أفضل ثلاثة شخصيات في اللقبة ثلاثة شخصيات من في الهايدرو لكن أنا متأكد أنكم راح تختلفوا معايا مرة كثير في ترتيبة الثلاثة دولة فنبدأ في الجدل مستعدين مستعدين نبدأ في المركز الثالث هي الآن الإلمينتالبرست مفيد في التفاعلات ضربات الهايدرو مستمرة طالما نستخدم نورمال أتاك دمجها عالي دمجها مرة عالي خصوصا في الإلمينتالبرست سرعتها تزيد الإلمينتالسكيل وهذا بيخلي قتالنا أسرع وضرباتنا أكثر قلنا إيجابياتها يلا انتهينا اللي بعد أوزح والله باقي العيوم هي تعتمد على الإلمينتالبرست وصعب تكوين طاقات بيها صعب تكوين طاقات بيها يعني تكوين الطاقات يجي من شخصيات ثانية دمجها حلو بس بسلاحها أسلحة الأربع نجوم فرق كبير عن أسلحة أو عن سلاحها باختصار لأنه سلاحها مرة كويس لها هي تحديدا فسلاحها هو اللي يعمل الفرق في الدمج هو اللي يخلي دمجها كوي كمان تحتاج كونسوليشن هو مو ضروري كونسوليشن بس الكنسوليشن عندها يعمل دمج أفضل وكمانا تفاعلات أكثر وطاقات أكثر فإذا في كونسوليشن راح تكون أفضل بكثير فاللي عنده كونسوليشن يعلان يحليله بس هذا التقييم أو المركز الثالث هنا بناء على سي زيرو يلان تمام؟ وشخصيات الخمسة نجوم دولا كلهم سي زيرو أما شخصيات الأربع نجوم لأنه فانيقدر نجي منهم كونسوليشن فلا أنا حتكلم شخصيات الأربع نجوم على سي سي سيكس طيب على عكس نوفلت ليش نوفلت حطه في المركز الثاني أفضل من يلان؟ أنا 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 عزيز عربيها مركز الأول سيكس شو سخلنا نتكلم عن نوفلت ها 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 سلاح مجال مجال قديم أغلبنا عنده السلاح يعتبر مناسب لنوفلت فهذه نقطة إيجابية تخلي نوفلت أفضل من يلان ما عنده مشاكل في الطاقات دميجه حلو مشكلته الوحيدة انه يحتاج درع او كونسوليشن واحد فنجيب درع في الفريق وانتهينا او خليك بعيد عن العدو وانتهينا كمان انا اعيد وجود نوفلت في الحسابات اكثر من يالان اذا كان كونسوليشن صفر وبدون سلاحهم لانه فيه هنا سلاح اربع نجوم وكمان كونسوليشن صفر يعتبر مرة كويس سينكشو الافضل يستاهل تاج سينكشو الافضل يستاهل تاج سينكشو نفسي يالان اربع نجوم اغلبنا يقدر يجيبه بدون عيوب يالان عارفين العيوب حقا تليال يالان اللي احنا قلناها كلها مهم وجودة هنا يعمل طاقات كويسة دمج عالي على حسب البناء وافضل من يالان في عدد ضربات الهايدرو تذكروا في البداية احنا قلنا ايش كل ما كان ضربات الهايدرو اكثر كل ما كانت الشخصية مفيدة اكثر في التفاعلات مفيد دمج في التفاعلات سينكشو سي سيكس رح يعتبر فيه عنده ضربات هايدرو اكثر من يالان واذا انت في بالك دمج ومو عالي هذا لانك انت معطيه سلاح سكريفيشل شيل سلاح سكريفيشل وعطيه سلاح خمسة نجوم شوف الفرق شوف دمجه الفيديو هذا يمكن يعمل جدل كثير في ترتيب الشخصيات لكن الترتيب هذا بناء على شخصيات الفري تو بلاي او حسابات الفري تو بلاي الحسابات اللي ما يقدروا يدفعوا نهائيا اللي اذا ممكن ولكمون او ممكن بتل بس فهذولا يعني صعب يشحنوا فهذولا انا قاعد اسوي ترتيب انه على حسب الاحتياجات بالنسبة لهم فأكرا المشاهدة واتمنى انكم ما تضايقوا من الترتيب ودعواتكم السلام عليكم